اختتمت فعليات مؤتمر الفتوى وأهدف التنمية المستدامة والذي نظمته الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم واستعرض الدكتور شوقي علام مفت الجمهورية في بيانه الختمي للمؤتمر ما تم إنجازه من خلال المناقشات وورش العمل التي شارك فيها نخبة من كبار المفتين وعلماء الشريعة ورجال الفكر والإعلام فاتوى برو تطبيق يتيح إجابات موثقة معتمدة لكافة التساؤلات خطوة دشنتها دور الإفتاء تمثل بارقة أمل لمحاربة الأفكار المغلوطة والمحرفة عن الإسلام وبعد فعليات استمرت على مدار يومين شهدت العديد من ورش العمل والجلسات كانت الإشادة واضحة بعمق طرح الفكرة والتنظيم والتكامل بين الإفتاء والتنمية المستدامة إن امتناننا لمصر وقيادتها ومؤسساتها وشعبها نابع من إعجابنا الشديد بما تقوم به مصر اليوم من نهضة شاملة وخطوات تنمية واعية وملهمة يمكن لأمتنا أن تهتدي بها وتنسجم على منوالها واتات توصيات لتكون منارة لمختلف المؤسسات الحكومية والمجتمعية وترشد متخذ القرار لتمكين أهداف التنمية المستدامة يهيب المؤتمر بالمؤسسات الإفتائية بضرورة العناية بالفتاوى المتعلقة بقضايا التنمية ومحاربة الفساد وتعزيز قيم الشفافية ومواجهة معاوقات التنمية كالانفجار السكاني والجهل ونحو ذلك يدعو المؤتمر الجهات المعنية بوضع المناهج الدراسية وتطويرها إلى تعزيز حضور قضايا التنمية المستدامة في الدرس الفقهي الشرعي في المعاهد والجامعات التي تدرس الموضوعات الفقهية والشرعية وحمل المؤتمر إشهادة بأهداف التنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة إلى جانب استمرار مواجهة الأفكار الهدامة واستخدام وسائل التكنولوجيا لفتح مجال أوسع للتنمية يدعو المؤتمر المؤسسات الإفتائية ومنابر الخطاب الديني أن تضع في قمة اهتماماتها دعم الاختصاليات الوطنية المحققة للتنمية والتصدي لما يعرضها لمخاطر التراجع من الفتاوى المضادة ويأحكام شازة ورؤى قاصرة لا تتسق أبداً مع المقاصد الكلية للأديان يدعو المؤتمر الباحثين والنابهين إلى ضرورة التنقيب في تراثين الفقهي عن كنوز النظر المستنير الداعم لمفهوم التنمية في كافة العصور وحازت هيئة الإفتاء بسنغافورة على جائزة الإمام القرافي للتميز الإفتاء لمجهوداتها في التعاطي مع جائحة كورونا وإصدار الفتاوى والخدمات الشرعية التي تيسر على المواطنين أحوالهم مبادرات وورش عمل تمثل مثاق شرف لجميع المهتمين بالتنمية المستدامة وتمثل أيضاً رسالة للمجتمع الدولي بأن يتحمل مسؤولياته اتجاه إعادة الاتزان للنظام البيئي والاقتصادي والاجتماعي على مستوى العالم وأن يتثمر في أهم مكونات هذا النظام الإنسان ليكون قادراً على أداء رسالته بعمارة الكون حماد العربي التلفزيون المصري